طيب شو نعمل؟ خلاص الدنيا بلشت تفتح والأمور يعني يعني فهل الكورونا علمتني الكسل والإهمال والخمول وهي أعداء الإيمان على فكرة فأول شيء أحبائي محتاجين لتجديد تجديد عهودنا مع الرب تجديد العهد وهذا العهد أنه آه إحنا ابتعدنا كسرنا نفصلنا لكن يا رب بنعمتك أنا أنت ما أهملتنيش ولا تركتني تجدد هذا العهد أنه فعلا ترجع للرب يسوع المسيح شيء ثاني المحبة ما هو المحبة لازم تلتهب الكتاب قوله تطفئه الروح الرب مش عاوز طفيات في الكناليس وما أكتر الطفيات الكتاب عاوزنا نكون كما قال الرسول بولوس حرين حرين في الروح ملتهبين مشتعلين متأججين بنار الروح القدس في داخلنا حتى فعلا الروح يمجد يسوع المسيح فالمحبة هاي المحبة فلتكن بلا رياء أحب بعضكم بعض بقلب طاهر وبشدة مكتوب عن المحبة وأما المحبة فلا تسقط أبدا الرسول يحنى بيتكلم ويقول يا أولادي لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق فخلي هاي المحبة يعني أحب بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا أيضا شو اللي بميز المحبة المسيحية عن أي ديان أخرى عن أي مذهب عن أي شيء في هذا الوجود المحبة وصدقني مش موجودة هاي الطبيعة واللغة والتعبير كله إلا في الكتاب المقدس فاحنا محتاجين نجدد العهد محتاجين هاي المحبة تتجدد ما تكون محبة فاترة ولا تكون محبة باردة ولا تكون محبة يعني رجعية لكن تكون محبة أولى متأججة ملتهبة لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا الرب يلهب قلوبنا بمحبته لأن المسيح حكاها بكل صراحة بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض فاللي بميز الكنيسة ويرجعنا أحبائي لهالمحبة شيء آخر موسيقى